اليوم لما بدأت طلع أنا وشوف شعندي موجي عالي من الكوفيد 19 الكيسز اللي عبسيرو هلأ لازم قول انه هالأرقام هادي بتاعني ان احنا ما عم نعرف ندير الأزمة مزبوط يعني تيون ألف عافي الأعضاء تعبوا سللون سنة عبيركدوا بيطعبوا بس يمكن صار الوقت اليوم انه نطعام بدم جديد او نفكر بمجموعة جديدة لجنة كورونا العليا يمكن يعني اتسي جود تايم هلأ يفكروا بتطعيمها او بتبديلها إدارة الأزمة من الأساس ما كان سليمي ليس النائب فادي عليم وحده من يقول هذا الكلام حول لجنة كورونا انت سمعنا في الأوينة الأخيرة بعض الأصوات التي تطالب بتغيير اللجنة أو تبديل عدد من أعضائها مع تحميلها مسئولية ما آلت إليه الأمور في ملف كورونا في ظل الأرقام المتزايدة لعدد الإصابات أو الوفيات لا يخفى على أحد التخبط الكبير الذي عاشته اللجنة في الفترة الأخيرة خصوصا مع قرارات الإقفال من عدمه لكن المقاربة المستجدة لإلقاء اللوم عليها تقابلها مقاربة أخرى يرى من خلالها البعض أن لجنة كورونا قامت بكل واجباتها على أكمل وجه إذ وضعت منذ تسلومها في شباط 2020 هذه المهمة خارطة طريق واضحة إنما للأسف لم يطبقها المعنيون في نهايات المطف وهنا يطرح أصحاب هذا رأي سلسلة من الأسئلة تبدأ من دور وزارة الصحة وهي السلطة التنفيذية وصولا إلى إدخال السياسة في هذه القضية على غرار كل ما يحصل في لبنان ينطلق مصدر معني من أن هذه اللجنة التي يصوب عليها وعلى آضائها اليوم بنت كل توصياتها على العلم ولا شيء آخر إذ أن خبرات الأطباء فيها واضحة وهم من وضعوا الخطط لتجنب السيناريوهات السيئة لكورونا هي لجنة استشارية يقول المصدر لا تملك بيدها أي شيء لتحميلها مسؤولية الفشل لكن للأسف لم يسمع لكلامها سوى في الأشهر الأولى من مواجهة الأزمة وتحديدا خلال مرحل الإقفال الأولى والثانية والثالثة والرابعة ومنذ شهر تموز أصبحت توصيات اللجنة العلمية حبرا على ورق ولا يأخذ بها كان النجاح في البداية واضحا مع تسجيل أرقام إصابات قليلة والقدرة على الحد من انتشار الفيروس وسجل لبنان أنذاك تميزا في مواجهته كورونا إنما بعد هذه الفترة لم يعد يسمع للجنة ودخلنا في فشل بعد فشل لنصل اليوم إلى النفق الأخطر يتابع المصدر ويقول المصدر باختصار إن من يصوب اليوم على عمل اللجنة سكر بالنجاح وحيوى ليؤطفه ولذلك وقع في مطباط الأخطاء فأين توصيات اللجنة العلمية المكتوبة التي لم يطبق منها شيء؟ إن حول خطة المستشفيات وأن بضرورة زيادة فحوصات البي سي آر وأن بمسألة التتبع الوبائي والمسح الشامل ومواكبة المصابين من المعنيين أي وزارة الصحة والبلديات وغيرها يسأل المصدر المواكب وتجدد المصادر التشديد على أن اللجنة توصي ولا تنفذ لأن مهمة تنفيذ التوصيات تقع على عاطق وزارة الصحة ولابد من تحمل الجميع لمسؤولياتهم وعدم إدخال العلم والطب وصحة الإنسان في دهاليز السياسة وفي التهم المتبادلة التي يتم الحديث عنها يعطي مصدر المواكب المثل عن فترة العياد الأخيرة ويؤكد أن وزارة الصحة أوصت بفتح البلد خلال عيد الميلاد ثلاثة أيام ومن ثم الإقفال ليعاد فتح البلد مجدداً لثلاثة أيام أخرى على رأس السنة وهذا ما رأت فيه اللجنة أمراً لا قيمة له علمياً وبالنهاية تخذ قرار فتح البلد خلال فترة العياد مع الإشارة إلى أنه في قراءة البعض فأن السبب الرئيس في ازدياد عداد إصابات كورونا ليس السهرات في المطاعم بل اللقاءات العائلية في المنازل والجلسات التي حصلت وهذا ما يزيد الأعداد بطبيعة الحال اليوم لم يعد ينفع الكلام والاتهام فالواقع الخطير الذي نعيشه جراء الانتشار الكبير والسريع لفيروس كورونا والذي بات يهدد كل بيت لابد من أن يتحمل المقصر أيًا كان مسؤوليات كل ما حصل أكان من الدولة أو من المواطن بحد ذاته جراء الانتشار الكبير والسريع لفيروس كورونا